السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله تعالى ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وبارك اللهم لنا فيما رزقتنا وقنا اللهم عذاب النار واصرف عنا أسباب العذاب في الدنيا والآخرة برحمة منك ورضوان يا رب العالمين في ظل الأحداث الجارية لا يستطيع أحد أن يتحدث عن أي شيء آخر احتراما مننا لأنفسنا أمام الله سبحانه وتعالى عندما يسألنا ماذا قدمتم للمستضعفين في الأرض حينما ابتلوا بما رأيتموه أمام أعينكم وبناء على ذلك الحديث عن فلسطين والأحوال الدائرة هناك كنموذج من نماذج التحديات الدعوية الموجودة في عالم الإسلام تمثل من نسبنا وقفات كثيرة جدا لكن من جملة الأشياء التي ينبغي أن ننبه عليها أن المحن لا تأتي إلا بالمنح وذلك فضل الله تعالى المنح المحن الشدائد لا تأتي إلا بالمنح فضل الله الشواهد البسيطة من خلال المراقبة القرآنية أنت تقرأ مثلا على سبيل المثال سورة الغاشية الغاشية معناها أنك عندك يعني عندك طامة كبرى ألمت بكل شيء في الدنيا كلها سماها رب العالمي سبحانه وتعالى الغاشية لكن تفاجأ أن بعد الغاشية يأتي الفجر وكأنه لا فجر إلا بوجود الغاشية كما أنه لا ضحى إلا بوجود الليل بس وانت بتمشي في القرآن تقرأ كده الربط بين الصور أو تلحظ هذا فتدرك هذه المعاني لكن تعالوا بنا نعبر عبر التاريخ لنرى من من الأنبياء سلم من الأذى من من أنبياء الله تبارك وتعالى على مدار الدنيا كلها سلم من الأذى من قومه الذين ولد في وسطهم وعاش في وسطهم تربى بينهم هم أهله أقاربه ذوه إلى آخر لن تجد أحدا بل إنك قد تجد بل تجد فعلا في القرآن الكريم حديثا عن أناس قتلوا أنبياءهم قتلوهم قتلوا أنبياءهم الذين يعرفونهم أكثر من معرفتهم أنفسهم يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون هكذا قال الله تبارك وتعالى إذن مسألة التحديات الدعوية جزء من الباكيج جزء من الاتفاق المبرم بيننا وبين الله سبحانه وتعالى يوم أن قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله فلما اتفقنا على ذلك اتفقنا على كم كبير من التحديات سوف يأتينا متواليا لا يلنقطع استشهدنا بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إلى متى يا رب؟ فملاقي حرف الفاء بيفيد التعقب والترتيب وكأنه لا توجد استراحة في الوسط بسم الله وكأنه لا توجد استراحة بين الكدح والكد وبين لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى نأتي إلى المشهد من الناحية الأخرى وهو من ناحية الناس هناك من أراد الله تبارك وتعالى به خيرا عجل به إليه من أراد الله به خيرا عجل به إليه سبحانه وتعالى أنا لا أؤمن بأن عندنا في الإسلام مصطلح يسمى مصطلح الضحية يعني نحن نتكلم عن الضحايا في فلسطين أنا لا أعترف بهذا المصطلح قد أكون مخطئ بالنسبة ألف في المية لكن أنا أعرف أن لدينا مصطلحين إما نصر وإما شهادة ما عنديش غير كده ما عنديش مسألة الضحية ما عنديناش ضحايا أصلا لأن الضحية ده هو من أهدر حقه في الأولى والآخرة مظبوط؟ فمن الذي أهدر حق صاحبنا في الأولى والآخرة إحنا عندنا نوع من الظلم يقع على بعض الناس من الناس لكن رب العزة سبحانه وتعالى ينصف الخلق جميعا بما يشاء ويعلموا من صبرهم وقوة تحملهم وإرادتهم إلى آخر فيبقى إحنا عندنا نقطتين النقطة الأولى إلى الآن أننا في باكتش لن تنتهي ومن ظن أن الانتصار الحاصل بإذن الله تبارك وتعالى سيكون نهاية المطاف فده ظن مخطئ رب العالمين سبحانه وتعالى لما يقول لتفسدوننا في الأرض مرتين ربما أكون عندي رأي صغير بسيط جدا أن المرتين لا يعني تحديد رقم اثنين وإنما هو التعاقب مرة ومرة مرة ومرة مرة ومرة فأنت تسنبتون له مش كده فوق وتحت فوق وتحت فوق وتعالى نطلعين نزلين لحد إمتى إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى لأن رب العزة سبحانه وتعالى جعلهم شوكة في ظهر البشرية والشوكة في ظهر البشرية لحد ما البشرية كلها تقابل ربنا الشوكة ديها دفضل موجودة بس إحنا ما بين انخفاض وارتفاع محل الأمر وارتباطه عند أهل الإيمان إذا تحقق الإيمان في نفوس الناس والله الذي لا إله غيره لن تجد منهم واحدا يرتفع له شأن أنا ما قلتش لن تجد منهم واحدا لأنهم موجودين لحد يوم الإيمان لكن بنقول لن تجد لهم واحدا يرتفع له شأن سوف تخفط شوكتهم وتنطفئ شوكتهم بكل ما تجد من معالم الإيمان عند أهل الإيمان لكن إحنا بالنسبة لنا متخليين عن الأساس الذي ينبني عليه النصر عندنا كده عايزين نبني مبنى كبير جدا عبارة عن عشرة أدوار بس الإسلاب الفونديشن تحت مش موجودة فأنت عندك خشب وعندك ماتيريال وعندك كل حاجة بس لسه الأرضية الصلبة مش موجودة تحت ما تقدرش رب العالمين سبحانه وتعالى قال في وعده لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين حد فاكر حاجة لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل أنا عندي ثلاث احتمالات لما نشوف الواقع الكافرين لهم على المؤمنين سبيل ولا لا فأنا عندي ثلاث حملات إما أن ربي سبحانه وتعالى لم يخبرني بحقيقة الأمر وحاشاه عز وجل ملناش في القصة دي خالص تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا وإما أنهم ليسوا بكافرين وإما أننا لسنا بمؤمنين فاختر لك واحدة من الثلاثة الأولى مش في حساباتنا رب العالمين سبحانه وتعالى من أصدق من الله قيله سبحانه وتعالى وحدثنا بما عندنا الأمر الثاني وهو أنهم ليسوا بكافرين لا ده المشاهدات كلهم بتقول يعني ده يبتدع كفر جديد وفجور الأمر الثالث وهو محل الاهتمام عندي هل تحقق في داخلي أنا كم الإيمان الذي يرتفع معه مستوى التمكن والتمكين من رب العزة سبحانه وتعالى أم أننا إذا انتصرنا ونحن بمثل هذه الأخلاق وبمثل هذه الإحداثيات الحياتية التي تسري في حياتنا ليلة نهار فإننا نغش الدين نفسه نغري الكفار بالإيمان تخيل إن فيه طالب ما بيحضرش طول السنة الدراسة خالص ما عملش ولا مرة هومورك وبييجي كده تخطيف ولا حاجة وبعدين في آخر السنة لقينا ناجح بنسبة مية في المية هل هذا يمثل نموذ النجاح أم سيغر حتى العاملين في الحقل الدراسي يقول لك الله إذا كانوا ما بيذكروش نجحوا أنا حيتعب نفسي ليه فإذا نصر الله تبارك وتعالى أمة بمثل هذه الأخلاق ومثل هذه المعاملات وبمثل هذه السلوكيات فإن الكافر يغر في الإسلام قبل المسلم فإن الكافر يغر في الإسلام قبل المسلم المعادلات التي وضعها رب العالمين سبحانه وتعالى في الكون ليمكن للمؤمنين ضرب لنا عليها أمثلة حية لما قال سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة كان بيتكلم عن مين تتكلم عن أهل أحد وأهل أحد في التصور العام لم تحدث منهم معصية في التصور العام الناس تيقنوا إن المسلمين انتصروا إن الجيش فر ولولا مكر خالد ولف اللفة اللفة دي كان زمان المسألة محسومة لكن أراد رب العالمين سبحانه وتعالى أن يربينا على ما يسمى بالتزام الأمر المحض وتلك تربية لا تتحقق إلا لأهل الإيمان فقط لا تتحقق إلا لأهل الإيمان فقط أنت إيه زنبك أن الإمام ينسى ويأمر يسلم قبل الرابعة ولا يجيب سرقعة خمس زنبك أنت إيه لكن هو التسليم ولذلك دايما نقول إن من أهم تربويات الصلاة إنها بتعلمنا آداب الجندية والقيادة بتعلم القائد اللي ما هو وجود قدامه أنا لا أستأثر برأيي الشيخ قال لي أو حد من الناس من وراء قال لي سبحان الله يذكرني بخطأ إن صدر أنا القائد أنا الإمام أنت سي ترفع صوتك ما تتكلمش ولا نفس أصلي عاشرة بقى بالعند فيك مش أنحقك حبيبي اهدى كده وروأ أنت قائد وعلى عيننا ورأسنا لكن فيه رولز فيه ضوابط وفي نفس التوقيت لو أنك أخطأ إمامك فتأدباً تتحمل هذا الخطأ وتسجد معاك لتنساه ولا حاجة أو لو أم أصر لي جيب الخامسة وإنت قاعد وراه مش عارف لأنت متأكد أن أنت صليت أربعة وهو غلطان فعلى الأقل تبقى جالساً على أقصى درجات المخالفة تبقى جالساً إلى أن يفرغ وتسلم أدب تربية منهج دستور قوام للحياة منهجيات حركة قبل ما تكون منهجيات قعود وهذا ما بين أيدينا من الأمر شيخنا بدأ السنة عشر وعشر قال عشر دقيق فإحنا دلوقتي تجاوزنا بقينا اتناشر دقيق أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهلنا في فلسطين لكن قبل أن نختم خلاصة الكلام إخواني بارك الله وتعالى جمعكم أستحلفكم برب السماء والأرض أن تعتبروا كل نفس يخرج من أنفاسكم عوناً لإخوانكم المصدعفين في كل حتة فلسطين ليست هي الموطن الوحيد الذي يدمي لكن اجعل كل نفس يخرج منك لله احتساباً لوجه الله تبارك وتعالى صبرك على مراتك في البيت لله سبحانه وتعالى صبرك على الناس اللي أنت بتسوف وسطن في الشارع لله عملك الزائد عن وقته الطبيعي خمس أو عشر أو حتى ساعة زيادة لله ذكرك لله سجودك احتسب حياتك لله حتى نحسن أن نر الله من أنفسنا خيراً إذا لقيناه بين يدي الله يوم القيام أسأل الله تعالى أن يمكن للحق وأهله أسأل الله تعالى أن يمكن للحق وأهله أسأل الله أن يمكن للحق وأهله وأن يرينا من الخير ما نسعد به في دنيانا وأخرانا يا رب العالمين اللهم سلم لنا قلوبنا واحفظ علينا عافية نفوسنا اللهم نصراً لعبادك في فلسطين اللهم ثبتهم اللهم أيدهم اللهم كن لهم اللهم لا تكن عليهم اللهم لا تمكن منهم أحداً يا الله اللهم لا تمكن منهم أحداً يا الله اللهم أشبع جوعتهم واروي ضمأهم اللهم كن لهم وكن على عدوهم برحمة منك ولطف يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليماً كثيراً جزاكم الله خيراً السلام الله عليكم ورحمة وبركاته جزاكم الله خيراً أخينا الفقر